السلام عليكم البنات سمنا تكونوا بي خير وعلى خير اليوم اجبت لكم فيديو جديد بحالة كنت اعطاني بشعر ديالي حتى كما كنت شاهدوه في التصويره في البرتا كان واحد فرق كبير كان صغير ما كيتطوالش كان ناشف كان مجاعد وبحالة حتى وللية بحلقة والصراحة قبل ما بدأوا الفيديو قبل ما حصلت على هذه الناتجة سوف ندوم هذه الطريقة سوف نشارك معكم و ندوم منتجات كاملة مرة مرة نضيف هذه المنتجات و اليوم سوف نشارك معكم هذا اللي نديرها الأغلبية و نديرها مرة في سيمانة كما تشاهدو البنات الشعر كما نعرفو البنات الشعر كان صحيح كان صحيحين بالنسبة للناس التي تلاحظوها و كما تشاهدو شعرها كان مهرس و مريض كل شيء كان يبقى لك بناتك هو بحلقة مريض شيء حاجه دائما البنات الشعر هو اللي يجلب في الإنسان يعني في البنت و في المرأة الشعر هو اللي يجلب لكن الشعر ديالك صحي و ذلك و ذلك حتى نتيك تباني صحية المهمة البنات كما نقول لكم قبل ما نعرفو هاد المنتجة هادو يعني بيتنغير نقول لكم واحد النقطة باللي ضروري كون الاكل ديالكم صحي لك الاكل ديالكم صحي راح الشعر كي يبن فيه داك الاكل ديالكم صحي ثاني حاجه الناس اللي رغي يكونو كامل الناس كي يأكلوا اكل صحي دا بعد اكشارة بيتنوري لكم منتجات اللي يتقدروا ترطبو بها الشعر ديالكم و يولي الشعر ديالكم كي يبرق كما ترى الشعر ديالي فيه واحد اللمعة يعني واحد اللمعة و كي يبن صحي و ارتب شعر ديالي بالنسبة للناس اللي لاحلت القناة كان شعر ديالي كي يبن مكريبي و شعر ديالي كي يبن فيه فريز بزاف و الناس اللي عقلين عليها و من بعد المدومة بقد كان دوم يعني يعني معكز شعر دائما كان ندير لي هاد الوصفة هذه بالنسبة للهناية البنات اول حاجه شنو كندير كندير الزيت اللي كتباع في مركضونة ارى طلعت لي طبيعية ديال اليازير هاد زيت اليازير البنات كنديرها الجدر ديالي شعري باش انتهنا من التساقط و باش شعر ديالي اكتار و ما يكونوا عندي الفراغات المهم هاد زيت اليازير البنات زوينة في جلده ديالي شعرك و تقدروا تديرها لبنتك صغيرة و تديرها حتى الاحتنتية بالنسبة للناس يقولون يا راي بنتي شعرها خفيف تقدروا تديروا زيت الخرواع او لا زيت اليازير انا زيت الخرواع صراحة اتجيني مع السلاب يعني ضرورة تخلطوها و حاليا ما عنديش موجودة و درت الزيت اليازير المركضونة فهذه المرحلة ضرورة تديروا واحد المساج فروات الرأس ديال 5 دقائق و المرحلة الثانية اللي كندير صراحة دائما في الاطراف شعري حيث كما كتشوفوه شعر ديال الراسية باش انتهنا من التساقط و القشرة و مشاكل ديال زيت اليازير و المرحلة الثانية كندير في الاطراف هاد المسكارية من ريبوتيكا اللي طبيعية اللي لا فيهاش مواد خيبة اللي يقدرون يشوفو لك شعرك ولا يخسروا لك شعر زيالك هادي كنديرها من 2017 و انا كنت كناخد هاد هاد اللقام هادي كما كتشوفوه كنشري عندهم بزا فرائي اللقام كامل من اللور كتبان من مورايا مهم البنات هاد عندي قرر بيكمل وجديد روام المورايا كتشوفوه شريته جديد حيت قرر بيكمل لي هذا الصراحة كتعجبني بزا فحيت ما فيهاش مواد خيبة و مطابعيين و هادو راك يرسلوه جميع الدول الأوروبية المهم البنات كان شدوه كان ديروه كامل في الاطراف ديال شعري هو اصلا داروه وقال لك باش لابغيتي تدري كماسك من بعد من من اسميتو تدري في الدوش تدري في الدوش وتخليه خمسة تخليه ثلاثة دقائق و تغسليه ولكن انا شفت النتجة في هذه الطريقة كتر ما كان ديروه في الدوش و تغسليه بالزربة لا تشوف نتجه نتجه كامل شعريك و نخليه ثلاثة دقائق و ندوز صراحة كي يوليك شعريك ثلاثة دقائق لا تستطيع شيء طبيعي هذه المنتجة من الريبوتيكا الأغلبية و كلهم يكونوا طبيعيه كما تشوفون سوف ندره على الطريقة نكمل شعريك من الأحسن أن يكون شعريك في هذه المرحلة لا تنسيت نجف الصدق ندره صراحة المهمة ذلك ندره على أهل شكل بحل لك تدع الكيراتين و بروتين الشكل الذي أردت أن أخبركم في هذا الفيديو والشعر لي لم يكن تم تدع الكيراتين سنجمعه و نخليه ثلاثة دقيقة و نغسل شعري بعد غسل شعري سوف ندره لكي أغسل شعري وتصده و ندره لكم و ندره لكم ومع من سيروم سيبدو الشعر من بعد الدوش في البنات من بعد الدوش اصلت بالشامبو هذا الشامبوهذا صراحا ما يلقش بزاف الشعر الدهني كي يلقش الشعر الجاف ولكن ضروري تشاريع لغم كلها بشترطب لكم شعركم المهمة البنات انا اقول لكم هذا الشامبو و المسكرية شنو يديرو هذا الشامبو هذا البنات اللي بصله و المسكرية ديالو هذا اللغم كلها تطول الشعر اول شيء اللي بنات تشامبو انت كنت جربه من 2017 اول عام شاركته شاركته معكم وصراحة باش لاحظت كان الشعر ديالي مقطوع من بعد او لكي يطول وخا هو ما يغسل الشعر الدوني عن عمق باش نكون متفاهمين يجعل لك شوية ما مغسلش مزيانة كنت تحسبي ما مغسلش مزيانة حيث هو يعطيك واحد في شيء مواد كي يغضي لك شعر ديالو و كي يجي نحن لي شعرنا دوني كي تقولي بحلها كيتزيت لك بالزربة و ورعه في شيء بعد منتجات اللي كي لقل الشعر الجاف لما يطولش نهائيا و انا عندي دوني اختي وخا كي يبدأت عسلية بالزربة كي نغسل بحيث هو كي يطول الشعر يعني كي يطوله وفي البصله وفي شيء منتجات اللي كي يخليليك واحد البريو في الشعر ديالك باش نكونوا متفاهمين النسلي دائما كي يسولوني شنا هو البريو اللي في الشعر ديالك هاد لقم كلها كتدير لك البريو وكتطول لك الشعر ديالك غير ذلك شهر 12 او 11 شهر 12 وقعي لي فاش كانت قطعت شعري وقلتها لكم انا قطعت فيه شوية قطعت وليا لطيفة ما بقيتش قطعت لكم انا مكا قطعش عند الكوافورة من نين فاشزع ما خلت لي الشعر ديالي مقررت بزاف قطعت وليا بالموس من تم تحلفت نقطع عند الكوافورة كما قطعت لكم البنات قطعت وليا اختي لطيفة شهر 12 وكما ترونه في اول فيديو ارجعت تبارك الله وماشاء الله كما هو طويل هذا لقم هدي كتطول الشعر ولكن انتو تبعتوه انا جربت شحل من فانيد والفانيد اللي لقيت بلي كتطول الشعر ولكن ما كتوقفش التساقط هو ديالي بازورة ديسيربيسة ولا خاميره البيرا هذا كتطول حتى هو الشعر وكتطول الآفر ولكن انا انا اكل واحد الجسم ديالها انا لم يوقف التساقط الخاميرات البرى و اذهب هذا الشامبو يطول الشعر بالزربة و لا يكاتبينها فيه بشكل يطول الشعر ولكن مني نجربه تأكد بشامبو والمسكارية يطول الشعر هذا الاغامراني متبعها من 2011 عفوا من 2017 لكي نكونوا متفاهمين من بعد البنات مني نخرج من الدوش اول حاجة كان عندي غير شامبو والمسكارية في 2017 في 2019 و 2020 اخذت هذا السيروم هذا السيروم الذي سوف نشارك معكم كي يدرغي في البونتوس بمعنى إذا كانوا لديك البونتوس البنات أبيرتوس او مشوكات بحلل تحت شعرك محروق تقدري تديري الشعر و تديري شعور لبلانتشا بلانتشا سوف نشارك السيروم الصغير هذا السيروم نشارك في الأطراف من الناس الذين يستعملون البلانتشا او سباغة او حرقت لهم الشعر هذا تديري من التحت إذا تبعتوا هذا اللقم سوف ترى الريسولتات في الشعر انا تبعتوا ماشي واحد مرة و أخبرتكم و أخبرتكم من 2017 و أخبرتكم و أخبرتكم و أخبرتكم و أخبرتكم لهم 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 و أخبرتكم و أخبرتكم في هذا الفيديو و أخبرتكم بلانتشا و أخبرتكم بلانتشا 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 و سوف نرى شعر لهم بلانتشا بلانتشا هذا الذي سوف نجعله لكم أجل كيف شعر و المهم يجب أن تكون شمس العاشية من فوق دم شعرك و يجمع شعر سوف نرى ما نقضي سوف نرى لكم الريسولتات بشكل كبير في الأول الناس الذين لا يريدون لا يريدون شعركم سوف نرى لا يريدون أن نرى لقد كانت ضربة في الدار سوف ينمرض والصراحة لا يوجد أن يتروح في هذا الكوفيد سوف تكون فيك سخانة سوف يتخلع في الكوفيد سوف يتخلع في السبيطر و قلت لكم في السخانة سوف يكون فيك الروح عادي سوف يتخلع فيك الحرات والراديوات لأن لا يوجد أن يكون فيه جيدا و لا يمكن أن يعرفوا فيك الروح عادي لأن الكوفيد سوف يتخلع في السبيطر سوف نرى شعريه جيدا لأنه لا يضرب البرد سوف يتخلع فيه لأنه يتخلع فيه سوف يتخلع فيه سوف يتخلع فيه كيف يتخلع فيه المهمة لأنه يتخلع فيه و لا يتخلع فيه هنا يتخلع فيه شعر يتخلع فيه كما ترى يتخلع فيه و يتخلع فيه و يتخلع فيه لماذا يتخلع فيه لأن من يتخلع فيه لأن من يتخلع فيه الكرة و يتخلع فيه يتخلع من اللذين و يتخلع عن مهمة و أن لا يتخلع قدام الشعر سوف يتخلع و لا يجب أن تتفقه قدام الهواء و الهواء و المنتج لا يجب لي باباتك و لا يجب لي قدام الهواء و لا يجب لي قدامه المهمة كما ترى اللهم لا يزال لعمة و لا يجب أن تكون مجموعة جيدة و هذا يجب أن نقول لكم بشكل عبارة للهواء لا تتعذب بها و هنا لم يقوم بتطرير الهواء لأجب أن ترى اشتركوا في القناة لا تأخذوا العدد من الفرق لأنه ساعدتني كثيرا لتسرح لي كثيرا وكثيرا وكما ترى في أول فيديو كان أرطب كثيرا المهمة كما ترى أردت لكم الفيديو كبوريتابا وكما ترى الكثير من الناس يتبقى على رأسك أو أختك وكما ترى طريقة الاستعمال لا تنسوا تدعموني وتشتركوا في هذا الفيديو في الواتساب لكي يستحق هذا الفيديو وكي نستطيع دعموني لكم فيديوهات بحلقة إن شاء الله وبسلامة شكرا 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 شكرا